الزمالك اختلف حتى في جدول الدوري في المربع الزهبي والتالي فيه يعني نفسيا الامور اختلفت افضل بالنسبة للزمالك كبتماتحة عبدالهادي كمدير فني في المؤقت لغاية لما طبعا المدير الفني الجديد اخوان كارلوس هو اللي يمسك الفترة القادمة ايه اللي هيحصل؟ اخوان كارلوس هو اللي هيحسم مستقبل بعض اللاعبين في النادي اللي بيشاركوا على فترات منهم عمر السيسي منهم لعيبة كتير جدا صفقات جديدة داخل النادي لكن اهمهم عمر السيسي اللي يمكن يعني عايز يلعب مستقل جدا من عدم وجوده في التشهيل الاساسي وبالتالي هيحسم الراجل بعض الصفقات وبعض الامور الفنية بالنسبة لبعض اللاعبين سواء بالبقاء او بالرحيم الزناري برضو مصفى الزناري احد هؤلاء اللاعبين اللي بيطالب بالفرصة في المرحلة القادمة عايز اقول لكم دايما لما يبقى فيه مدير فن جديد هنا من حق كل اللاعب في الوقت ده انه يعني اشتغل بقى على نفسه عشان يوري نفسه للمدير الفني انه حق انه يلعب وده طبعا بتبقى فرص موجودة ليهم ومتاحة داخل الملعب وهنا المدير الفني الاجنبي هموا مصلحته في الاول وفي الاخر اللي هشوفه افضل هو اللي هشارك اللي هشوفه الامور بالنسبة له فيها بعض الدلع هتبقى طبعا هاتية على حساب اللاعب واكيد الكورة تبقى محتاجة اهتمام جدية في الملعب والتدريبات طيب ده بالنسبة ليه الزناري وعمر السيسي عندنا خبر خاص برمي ربيعة اللي يمكن انا شايف ان الموضوع يعني سابق الاوانه ورمي ربيعة بقى من الركاز الاساسية بالنسبة ليه نادي الاهل بحقيقة ممكن نادي زمالي كان ممكن يترقب مصيره قبل كده انه يشوف رمي ربيعة هيمشي ولا مش هيمشي عشان لو شايف انه هو هيفيده في فريق نادي زمالي لكن في الوقت الحالي اعتقد ان رمي بقى من الركاز السحي حتى يعني احنا بنتكلم فترة الفاتح كان فيه كلام والسنة الفاتح انه هيمشي خلاص راح المقورين وبعد كده الامور بتتعادل ويرجع رمي ربيعة لعب اساسي ثم السنة دي برضو في الداية الموسم الامور يعني كان فيه كلام برضو على رمي لكن هو لما بيلعب الحقيقة بيقدم اداء رائع واداء قوي وبالتالي فيه ظل انك بتدور على سرد باك في الفترة القادمة او الفترة اللي فاتت ومين الافضل ما بتلاقيش هنا وجود او فكرة لجنة التخطيط عن اللاعب ده او المركز ده بالذات مفيش افضل من رمي ربيعة انه يستقر ويستمر مع النادي الاهلي من وجهة نظر الشخصية واعتقد برضو من وجهة نظر لجنة التخطيط او المسؤولين عن استقدام اللاعبين داخل النادي الاهلي انه مفيش افضل من رمي ربيعة من وجهة نظر الشخصية لو عادت الضوء في مصر او خارج مصر وبالتالي رمي ربيعة بيلعب اساسي في الفترة اللي فاتت وهيكمل مع النادي الاهلي من وجهة نظر ويحصل عملية تجديد وتمديد ليه عقده في المرحلة القادمة اشتركوا في القناة